خليني أتكلم مع حضرتك على سبيل المثال عن دولة كالصين دكتور عمر طبعاً أنا أذكر هذا المثال كونه مثال عالمي وبعد كده هتطرق لي دولة عربية كمصر كيف ترى تعامل الصين مع هذه الأزمة حتى خرجت اقتصادياً من هذه الأزمة بمعدل نمو أكتر من 2% الصين هي الناجي الوحيد من الدول الكبرى من أزمة كورونا بمعدل نمو موجب الصين زاد لديها الفائد هذا العام في عام الكورونا على النقيد تماماً الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية الصين توقعات الاقتصاد الخاصة بها بعد ما كنا بنتكلم عن أن تاني أفضل اقتصاد في العالم سيتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية في 2033 بعد عام من الكورونا أصبحنا نتحدث عن أن الاقتصاد الصيني سيحقق هذا 2028 توقعات النمو للاقتصاد الصيني للعشر سنوات القادمة كلها متفائلة وهي تقريباً تضاعف معدلات النمو في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا ويمكن هذا ظهر لما نبص على الحضور والكلمات الأساسية والمدعوين من القطاع الخاص في منتدى ديفوس هذا العام نجد لأول مرة التركيز على الجانب الأسيوي حتى لما المنتدى بينقل مقر الصيفي لأن الجلسات دي كلها افتراضية بينقل إلى سنغافورة الثقة اللي يتجه إلى أسيا والقرى العجوز الأوروبية لديها مشاكل ومخاوف كبيرة جداً 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 وتحت الإغلاق والولايات المتحدة الأمريكية تعاني من عجز مزدوج في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة خليني أختم مع حضرتك هذا اللقاء دكتور عمر بالتعامل المصري مع جائحة كورونا اقتصادياً بجهادة كل المؤسسات الدولية مصر ستخرج من هذه الأزمة بمعدلات نمو أكتر من 2 أو 3 في المية كيف ترى التعامل المصري اقتصادياً مع هذه الأزمة دكتور عمر سريعاً لأسامة يمكن التعامل المصري هو الأجندة اللي بيدعو لها العقلين في منتدى ديفوس هي فكرة التركيز على الإنسان الانحياز إلى الطبقات الأكثر احتياجاً أو الأكثر فقراً التركيز على التنمية وليس النمو ويمكن الشعارات الثلاثة اللي وضعيتها إدارة المنتدى هي العدالة والمرونة والاستدامة والشعارات دي موجودة يمكن في برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق من 2018 وبالتالي أعتقد أن الدولة المصرية بتركز بالتأكيد على الاستدامة والعدالة وده بنشوفه حتى في خطط توزيع اللقاح الخاص بكرون أنا بشكرك يا فندم على هذا الحديث وهذا اللقاء الدكتور عمر سليمان أستاذ الأقتصاد بجامعة حلوان كنت ضيفي عبر الصوت والصورة شكراً جزيلاً لك اشتركوا في القناة